السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازايكم عاملين ايه يا ربك كنوا بخير. في الفيديو بالنهار ده بازن الله نتعلم مع بعض ازاي نحزف الفيروسات المتحصي حدثها من على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة. لو حضرتك حبيب تعرف. هنعمل ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو لنهاية. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي? بمنطقة البساطة هنروح رايحين على السهم المنسدل الاعلى بجوار الساعة. ونضغط على ويندوز ديفندر. تمام? هنفتحه. تمام? طبعا ويندوز ديفندر برنامج الحماية اللي شركة ميكروسوفت خصصته لويندوز عشرة وويندوز حداشرة. كل اللي احنا هنعملها الروح رايحين على شكل الدرع نضغط عليه. وهنزل عندي حاجة اسمه خيارات المسح. هلاقي عندي اربع انواع من خيارات المسح. فحص سريع. فحص كامل. فحص مخصص. طبعا انا مش محتاج للفحص السريع ولا الفحص الكامل ولا الفحص المخصص. لان كل هذه الانواع بتعمل اثناء ما الويندوز شغل. لو كان فيه فيروس آآ ماشط على جهاز بميوتر بتاع المصطعب ان انت تحزفه. لان دي عبارة عن برمجية خبيسة شغالة مع ملفات الويندوز. لكن اللي انا بتكلم عليه اللي هو فحص في وضع عدم الاتصال. يعني هتبدأ تفحص الملفات الخاصة بالويندوز بتاعك من وضع الدست. والويندوز بتاعك لا يعمل. فالبرمجية الخبيسة بتاع الفيروس مش شغالة. فيقدر الانتي فيروس ان هو يمسحها بمنتهى البساطة منتهى السهولة لان هي اصبحت لا تعمل. انت كده شليت فاعليتها. طيب كل اللي انت هتعمله بمنتهى البساطة هتروح ضاغط على. اللي هي كلمة فحص الان. تمام? بالوقت دهوت هيقول لك اه احفظ عملك واضغط على كلمة فحص. عشان هو هيقوم بعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر الخاص بيك ويبدأ يفحص ملفات الويندوز والسيستم من الدست. والويندوز بتاعك مش شغال فيبدأ يمسح كل البرمجيات الخبيسة اللي اصابت جهاز الكمبيوتر بتاعك بمنتهى البساطة. طبعا انا هوقف الفيديو ده وقتي واضغط على فحص. ووري لحضرتك ايه اللي هيحصل وازاي البرنامج هيفحص كل ملفات الويندوز في وضع عدم الاتصال من الدست. طابع معايا الفيديو. اول ما حضرتك اه ما ضغطت على اللي هو فحص هيبدأ جهاز الكمبيوتر الخاص بيك يعمل عملية تمام? ويبدأ يدخل على اللي هو الخاص بيك زي ما حضرتك شايف كده. وهيبدأ عملية الفحص اللي بيقوم بيها من خلال الدست. يعني والويندوز الخاص حضرتك مش شغال. زي ما حضرتك شايف كده هو عمال يعمل عملية فحص للملفات. عمال يعيد فوق الملفات اللي هو قام بفحصها. وبيوري لحضرتك اه النسبة بتاع اه تقدم الفحص. زي ما حضرتك شايف كده وصل الضواتي لستة وخمسين سبعة وخمسين يعني حاجة وستين في المية. كل اللي انت هتعمله ان انت هتسيب الانتي فيروس بتاعك شغال. هيقوم بعملية الفحص لحديد ما ينتهي منها بالكامل. وعند الانتهاء منها بالكامل. هيبدأ جهاز الكمبيوتر بتاعك يعمل عملية اعادة تجهيل لجهاز الكمبيوتر الخاص بيك. لحديد ما يرجعك مرة تانية للويندوز الخاص بيك. بدون اي تدخل منك. اه وبعد ما جهاز الكمبيوتر بتاعك هيفتح. هتلاقي ان هو اتخلص من كل البرمجيات الخبيثة اللي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر. او اي فيروسات مهما كانت عنيدة. هو هيقدر يمسحها بمنطقة البساطة. دي طبعا اه الطريقة المفضلة لمسح الفيروسات اللي حضرتك ما بتقدرش تمسحها وانت مشغل جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. طبعا كل اللي مطلوب منك في الوقت الدهوة اللي انت تنتظر لحين الانتهاء من عملية الفحص ديت. وهتلاقي جهاز الكمبيوتر بتاعك يعمل برضو اعادة تشغيل مرة تانية. ويدخل بيك مرة تانية على آآ نظام التشغيل اللي هو الويندوز. اللي مطلوب منك ان انت تنتظر لانتهاء من هذه العملية. ومجرد الانتهاء من عملية الفحص الكامل لجهاز الكمبيوتر بتاعك في وضع الدست او في ودع عدم الاتصال. هتلاقي حضرتك آآ جهاز الكمبيوتر عمل مرة تانية ودخلك على الويندوز زي ما حضرتك شايف كده معي. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان بصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.